بانجور مزامي كومون ساوا سي رشا بو تخبخوف دو فرنسي معاكم ميس رشا معلميتكم للغة الفرنسية معانا اليوم ورقة عمل تقييمية راح اشرحها لحتى يسهل الحل عليكم اكي ورقة العمل بتحكي عن لزا جيكتيف بو شيشيف ادوات الملكية ادوات الملكية يعني شي نحن نملكه او هم يملكونا او انتم تملكونا كمبلي تي اوك مو مامي تان تا تي سانساسي او مو مامي لما يكون الشخص المالك هو انا لكن يختلف المو بو المسكولة المفمينة امي بلوريال تان تا تي لما يكون الشخص المالك انت دكار تان الشيء المملوك تان فمينا تا فمينا تا بلوريال سانساسي لما يكون الشخص المالك هو او هي ولكن الشيء المملوك اما يكون مذكع سان و سا فمينا سا بلوريال جمع طيب هلا احنا كتبنا ينتبه على الشخص المالك والشيء المملوك يعني ا بابا ا اون واتور بابا عنده سيارة سي واتور هذه سيارته هو سيارته هو واتور هذه الكلمة مؤنثة واتور معناها سيارة هذه الكلمة مؤنثة في مينا سا اور مو سيارته ب اسكو سي تخيش يا بول هلا هذا كلبك يا بول هلا بول عم بيجاوب بوي سي شين هذا كلبي شين هذه الكلمة مذكرة مسكولة سي جي دو فرير لدي أخوين سي سون فرير عندي أخوان هذول أخواني أنا أخواني أنا هير نوزا فو إس جمع بلو خيال بدي عندها هي قبعة سوداء سي شابو هذه قبعتها القبعة باللغة الفرنسية أو الطائية هذه الكلامة مذكرة مسكولة جي 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 اون بيسيكليت عندي دراجة سي بيسيكليت هذه دراجتي البيسيكليت سي تامون فيمينة فيمينة لكن أنا بحكي هون دراجتي أنا أف قم ن إفاس بيسيكليت ممحاتي لا تمحي الأشياء الكبيرة ممحاتي أنا سي تامون فيمينة مون أورما بخان بغابلوي خذ مظلتك إيل بلو إنها تمطر خذ مظلتك مظلتك أنت بغابلوي هذه الكلمة مسكولة تامون أورمي بو تيد تاسور أفر دي بغابلوي هل يمكنك أن تساعد أختك في عمل واجباتها دي بغابلوي سي تامون بلو ريال جمع سا أور سي السؤال الثاني بيحكي لما يكون في عنا المالك جمع لكن الشيء المملوك مفرد مثال مثلا باللغة العربية لما نقول عندنا بيت نحن مجموعة أشخاص ولكن لدينا بيت إذن إحنا مجموعة لكن الشيء المملوك مفرد بيت نوت نوت لما يكون الشيء عائد لنا نحن وإلنا يعني عائد لكم أنتم ملوغ عائد لهم هم يلا هنا التركيز على الشخص المالك لأنه ما في فرق بين المذكر والمؤنث لأنه بكل الأحوال جمع لكن التركيز الأكتر من الشخص المالك هل هو نحن هم أو أنتم إذن نوز تعالون کے لئيه سيكاية هذا دفترنا وغوط وغوط إل نوز ام ريس هم نبذر سي لتر لقد طلق井نا رسالة هذي رسالاتهم هم لغوط لذي وز ترن الجيران هم هم انشاء اندهون قطع إلس انشاء باردو شاء لقد أضاعوا قطاتهم قطاتهم هم نطر أو لغ أعودوا أعود لسنة جيوغرافي هل أخذت درس الجغرافيا؟ أخذت درسك إنتا أخذت درسكم أنتم هل أخذتم درسكم أنتم لغ أو الرغم نوز انفو نيس لدينا نحن بنت أخت تعيش في الولايات المتحدة بنت أختنا نحن تعيش في الولايات المتحدة إذن بنت أختنا نحن لغ أو نطر إل زون وزون كيف أغم عندهم هم عندهم هم ابن عم يعيش في روما ابن عم هم يعيش في روما نطر أو لغ ابن عم هم هم تذكروا أنه النطر إش عائد إلنا والفوتر عائد لكم أنتم لما بخاطبكم أنتم واللغ عائد لهم هم السؤال الثالث لما بيكون الشخص المالك في الجمع والشيء المملوك أيضا في الجمع طيب يعني مثلا كومبليتي كومبليتي أفك نو وو لغ نو لما يكون الشخص الشيء عائد لنا في الجمع عائد لنا نحن وو عائد لكم أنتم ولغ عائد لهم هم هم لكن في الحالتين جمع مثال مونيك اي ماري هدول الشخصين في هم جمع لا تنسوا نو بليه با كارتابل أفا جبارتي أليكول لا تنسوا حقائبكم قبل الذهاب إلى المدرسة حقائبكم أنتم نو ور حقائبكم أنتم ب نو 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 دو ديكسنار لدينا قاموسين سي سان ديكسنار لدينا نحن نو ور نو 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 ديكسنار نو لدينا كل الأقلام الحملا سي سان ستيل هادي أقلامنا أقلامنا نحن نو 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 دي إل زن دي زنقل لديهم عمام عندهم عمام عمام هم كي في ان بلجيك عمام هم عايشين في بلجيك انكل vive بلجيك عمام هم هم عمام هم لغ ان 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 لغ عمام هم لغ عمام هم هم دفرير يحلموا ان ان يفتحوا ان يفتحوا هداياهم هم هداياهم هم مش هدايانا هداياهم هم نو أول لغ انتم و و اول لغ داكار دونك ركزوا منيح على المعنى يعني نو لنا احنا لغ ان توم و لغ هم شيء عايد لهم هم داكار دونك سيف ديبور جودو بتمنى انه يكون سهل عليكم بس بدو شوي التركيز بالمعاني وانه نفرق بين المذكر والمؤنث والجمع وانه هدا الاشي عائد لنا او الكم او الهم هم ما ما التركيز على انه هدايا الكلمة مؤنثة او مذكرة او جمع داكار سيف ديبور جودو بان شانس او رو بان شانس